بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم وإنك لعلى خلق عظيم الأخلاق الحسنة من أعظم ما أمر الله تبارك وتعالى به بل إن الله تبارك وتعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق ويتمم صالح الأخلاق ولنا في هذه الأخلاق الحسنة الطيبة الحميدة سعادة في الدنيا وفي الآخرة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هكذا قال الله تبارك وتعالى فلذلك لم يأمرنا الله تبارك وتعالى بأمر إلا وفيه خير لنا ولم ينهنا جل وعلا عن أمر إلا وفيه ضرنا وشر لنا فلذلك ينتبه المسلم لهذه يعني النقطة ويطبقها تطبيقا عمليا فيكون ذا خلق حسن ويطور من أخلاقه الحسنة حتى يكون عند الله تبارك وتعالى على مرتبة عالية فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل يعني يبلغ درجة الصائم القائم بحسن خلقه هكذا أخبر عليه الصلاة والسلام من الأخلاق الحسنة أن الإنسان ينتبه من ظلم الآخرين ويبتعد عن ظلم الآخرين بل يتعامل معهم بالحسنة وبالأعمال الطيبة والخصال الحميدة ويبتعد عن ظلم الآخرين هكذا حرم الله تبارك وتعالى الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما فلا يجوز لأحدنا أن يظلم أخاه حتى ولو كان المظلوم كافرا فإن هذا أمر محرم ودعوة المظلوم تكون مستجابة عند الله عز وجل لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره بأن يدعوهم إلى التوحيد فإنهم أطاعوك لذلك فأبلغهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأبلغهم أن الله تبارك وتعالى يعني أمر بأخذ شيء من أموالهم ليرد في فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك قال له عليه الصلاة والسلام فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب حينما ذهب معاذ إلى اليمن كان عامة أهلها من النصارى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم دعوة المظلوم مستجابة عند الله حتى ولو كان كافرا إذا ظلم أحد أحدا فإن الله تبارك وتعالى سينتقم من هذا الظالم في الدنيا قبل الآخرة مع ما يدخل له في الآخرة من الذنوب ما تعجل له العقوبة لصاحبه في الدنيا ويدخر له مثلها في الآخرة والعياذ بالله من ذلك البغي الذي هو الظلم وقطيعة الرحم هذه تعجل عقوبتها في الدنيا ويدخر لصاحبها الإثم والعقوبة عند الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة فينتبه الإنسان من ظلم الآخرين ويجتنب ظلم الآخرين فإن الظلم ظلمات يوم القيامة هكذا قال عليه الصلاة والسلام وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد لذلك الإنسان يحترس من ظلم الآخرين فإنهم إن دعوا عليه استجاب الله تبارك وتعالى ذلك لذلك يحذرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ودعوات المظلومين فإنها شرارات تصعد إلى الله تبارك وتعالى فلذلك الإنسان إذا ظلم غيره والعياذ بالله فإنه يدعو عليه والله تبارك وتعالى يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين ينصرها الله دعوة المظلوم ولو بعد فترة من الزمن فلنحترس من هذا فاصل ونواصل إن شاء الله رمضانيات مفطرات الصوم من مفسدات الصيام تبيت نية الصيام من الليل مخصوص بالصيام الواجب دون المستحب قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا قال فإني إذا صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيصن فقال أرني فلقد أصبحت صائما فأكل رواه مسلم من الأخلاق السيئة التي ذكرناها قبل الفاصل أن الإنسان يكون ظالما ولياظ بالله ومن حسن الخلق أن يجتنب الإنسان ظلم الآخرين صغارا وكبارا يبتعد عن ظلم الآخرين حتى ينجو بنفسه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخضرنا بقوله أتدرون من المفلس؟ كان يسأل أصحابه أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام يأتي وقد شتم هذا وظلم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا قال فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من خطاياهم فطرحت عليه فطرح في نار جهنم هذا هو المفلس وهذا هو الفلس الحقيقي والعياذ بالله وهذا هو عاقبة الظلم الوخيمة يأتي يوم القيامة الإنسان ويظن أنه سيكون من الناجين فإذا هو من الهالكين بسبب ظلمه للآخرين فلذلك يجتنب الإنسان الظلم في الدنيا قبل الآخرة هذه امرأة يقال لها أروى ذهبت إلى حاكم المدينة في زمانها واشتكت على سعيد بن زيد وسعيد بن زيد هو أحد العشرة المبشرين بالجنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد ظلمها وأخذ أرضها لأن سعيد بن زيد رضي الله عنه أرضها كانت له أرض مجاورة لهذه المرأة فافترت على سعيد وقالت لقد أخذ من أرضي فلما جاء سعيد رضي الله عنه أرضها وكلم حاكم المدينة قال له أنا أأخذ أرضها وقد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين هل أنا أقوم بهذا وأفعل هذا مستحيل أن يقع هذا فقال له حاكم المدينة لا أسألك بينة خلاص أنا مصدقك وأنت حلفت وبيّنت لنا الأمر فقال سعيد بل لتأتي ولتأخذ أرضها التي تزعم أنها أرضها ثم لما جاءت واستولت عليها ظلما وعدوانا قال سعيد بن زيد اللهم عم بصرها واقتلها في أرضها فكانت هذه المرأة تقوم من الليل في كل ليلة وتوقظ الخدم ليقوموا بأعمال هذه الأرض في ليلة وكانت ضريرة أصابها العمى بدعوة سعيد فكان في ليلة أنقامت ولم تكن معها خادمتها لكي توقظ العمال فخرجت لوحدها لكي توقظهم فسقطت في بئر في هذه الأرض وماتت فلذلك استجاب الله تبارك وتعالى دعوة هذا الصحابي المظلوم رضي الله عنه وأرضاه بأن أصابها العمى وأنها ماتت في أرضها التي زعمت أنها أرضها فلذلك صار مثلا عند أهل المدينة في ذاك الزمان الغابر فكانوا يقولون إذا دعوا على أحد يقولون أعماه الله كعمى أروى يدعون عليه بهذه الدعوة لأنهم تذكروا هذه الواقعة التي حدثت بين هذا الصحابي الجليل وهذه المرأة الظالمة الظلم عاقبته وخيمة في الدنيا وفي الآخرة يقول عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمات يوم القيامة والله عز وجل دعوة المظلوم لا تمر هكذا عنده إنما ينصرها يرفعها الحي القيوم فوق الغيوم ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين فلنحترس من ظلم الآخرين خصوصا أننا في هذه الأيام الطيبة المباركة نجتنب الظلم بكل صوره وكل أشكاله صغيرا كان أو كبيرا نجتنب الظلم جميعا لا نظلم الآخرين ولا نظلم أنفسنا إذ إن ظلم النفس من أعظم الظلم حينما يوقعها الإنسان ويرديها في المهالك وأعظم ذلك المعاصي الكبيرة العظيمة وأعظم ذنب الشرك بالله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم هكذا قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم فيحترس الإنسان من الظلم كبيره وصغيره أوله وآخره بجميع صوره وأشكاله نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين